الأمر الأول عنا هو موضوع هذا اليوم التاريخي عم نحكي عن 400 صاروخ عم نحكي عن 51 بيان عمليات بيان العمليات لما بنقال صلية صاروخية 20 صاروخ يعني البيان مش معناته صاروخ مش معناته ضربة الميدان البري يعني مبارح فيه 10 دبابات ميركافة يعني فيه 6 في القطاع الغربي وأربعة في القطاع الشرقي هذا رقم باعتقد هو أعلى رقم في يوم واحد فإذا المقاومة بالأمس كان لها اليوم يعني كان يومها الآن الإسرائيلي رجع بالليل عمل غارات على الضاحية حكى نتنياهو عن بده يستهدف الدولة اللبنانية إذا ما صار في اتفاق مؤسسات البنية التحتية هلأ بنحكي عنها بس خلينا بالأول في الجانب اللي له علاقة بالميدان الناري يعني قبل ما نحكي عن البري وقبل ما نحكي على المفاوضات طبعا في حدا نسائلني سؤاله مكرر من أكثر من حدا عن قصة المطارات أنه وعد حزب الله بأنه عندما يخرج الطيران فلن يجد مدارج يعود إليها أو أنه حدا نسائل ليش ما بيدمروا كل الطائرات طبعا تدمير الطائرات ما حدا وعد فيه أولا يعني لأن الطائرات معروفة أنه لها مهاجع محصنة يعني الطيارة مش ببيتوها بقراج إترنيت يعني بتسوى ملايين الدولارات مع ملا يعني ما يتناسب عن هذا فطائرات ما بعتقد حدا قال أنه والله نستطيع أنه ندمر طائرات الجيش الإسرائيلي شو قصة المدرجات؟ المدرجات طبعا تضربها في إمكانية لإعادة تصليحة يعني لكن خليني ألكون شيء من يومين إذا حدا نلاحظ أنه المقاومة صارت يعني ثلاثة أيام أكتر شوي أربعة أيام عم تستهدف أشدود عم تستهدف قاعدة حتسور الجوية والسبب هو أنه بعد ما ضربت رماد ديفيد عدة مرات بالصواريخ وتم تعطيل برج المراقبة تم تعطيل بعض مدرجاتها انتقل النشاط الجوي اللي عم يستهدف الجبهة اللبنانية إلى قاعدة حتسور في أشدود فذابوا إليها المقاومة ما بتطلع بيانات تفصيلية بكل هذا يعني نحن لو ما منسأل ومنتابع هذا ما منعرف يعني فلكن لا فعالية استهداف القواعد أنتم لاحظين مثلا رماد ديفيد كم مرة يعني اللي طلعت بالهدهل وانكشف عنها وهي القاعدة الأساسية الجوية في المنطقة الشمالية قرب حيفا فإذا المقامة لا عم تشتغل يعني مش بس اللي وعدت فيه حتى ما يتجاوز ما وعدت به عندما يكون متاحا تذهب إليه لكن أنا برأيي بنهاية المطاف أنه أكيد الجيش الإسرائيلي لن يعدم يعني فرصة الوصول إلى بديل عن المهي حاملة الطائرات الأمريكية تستطيع أن تكون مدرجات يعني ينزل عليها ويطلع منها ويتزود بالوقود وبالذخائر لكن هذا إرباك له يعني وإجهاد لقدرات الجيش وهذا بعتقد وظيفة الملاحقة والمطاردة اللي عم تقوم فيها المقامة بصواريخها بطريقة بارعة وماهرة ومواكبة للحظة يعني برجع للصواريخ إيمة الصواريخ مبارح شو هي أنه اللي كتب اليوم بالصحافة الإسرائيلية هو اللي بيقول الإيمة سقوط جدوى الريهان على الحرب هاي إيمتها مش إيمتها شو أتلنا لن وشو أتلولنا دمرنا لن كم بناية دمرولنا كم بناية يا جماعة الخير والله العظيم كانت جيوش عربية خمسة وستة جيوش عم بتقاتل ما حدا كان يسأل هالأسئلة كان يكتفي الواحد أنه خير ما تنزمه نحنا قابلينين يعني كمان خلينا نكون شوي يعني أنه التطلب المبالغ به مرات بيحس فيه الواحد كأنه هدفه التعجيز يعني أنه أنت كل ما تعمل مقاومة شيء لا ما بيكفي ع أساس أنه يعني الجنرال عم بيحلل الكوموندان يعني عم بيقول له ما بيكفروا عمال بعد يعني عمين عم نتأستاذ عم نتأستاذ على الناس اللي عم تستشهد على الناس اللي ماخدي خيارات صعبة وفيها كمية التضحية العالية والجدية العالية والإعداد العالي وفاجأت بعد كل الضربات التي طلقتها بأنها مش بس واقفة على قدميها تتحدى هذا الجيش ومن خلفه كل جيوش الغرب أنه على أساس يعني نحنا بنعرف عسكر أكتر أو نحنا حريصين أكتر أو نحنا جديين أكتر أم أن السؤال هو خجلا من الطعن فالواحد ما بيسترجي يشكك علنا بيشكك بصيغة السؤال فأنا رأيي أنه أنا شخصيا يعني على كل حرصي واهتمامي ومتابعتي ما بتبع وراء المقاومة على وعودها وعدتونا بكذا فأين هو أنه هذه حرب وبها الحرب بصير في تعديل بالتكتيكات وبتكتشف الناس مرات أنه بعض الأشياء اللي كانت عامل حساباتها لحسابات ما طلعت دقيقة يعني ليش بدي يسأل أنا بدي يفهم أنا ليش بدي يلاحق المقاومة يعني أنه أنا مثلا قاعد بالمرتبة المتقدمة عليها في الميدان وهي مش عم تلبيني والله أنا قاعد بالصالون ومن باب الفضول مع أسأسة البزر حلو أنه نضرب المطار مثلا والمدرج أو احترقت الطائرات ناس عم تعمل أقصى ما تستطيع أن تفعل يعطيهم ألف عافي والله يحميهم ويأويهم ويأخرب يدهم ويرحم الشهداء ويشفي الجرحة أنا ما أفهم أنه في مبرر لتعليق آخر مع محبتي واحترامي لصدق نواية من يقف وراء السؤال بس هذه عادات نحنا تعلمناها وبعدنا منكررها بطريقة بغير محلها بس هذا اللي عم بقصد قوله أنه أنا دايما عم بدعي قللوا من الفضول وأكثروا من الدعاء أكثروا من الثقة هلأ نرجع إلى الإطار المفيد في ما تعنيه هذه الحفلة النارية التي تعرض لها الكيان أمس المقاومة لا تقاتل ولا تخوض معركتها بخلفية إحداث صخب يتفوق على الصخب الذي يحدثه جيش الاحتلال ما بيعنيها هذا الموضوع ولا لنيل شعبوية من وراء الضربات التي تقوم بها لأنه هو عاملين بس يرخلوا على عقل القائد العسكري ويصير محكوم فيهون شو بتقول الناس وكيف بدنا ننبي الرأي العام وكيف بدنا نحصل على التصفيق وكيف 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 خربة العملية العسكرية المقاومة تقوم بالعمل العسكري في خدمة أهداف محددة هي محددتها حتى نسبة الضرر اللاحق بجيش الاحتلال هو مش هدف بذاته هو وسيلة لهدف الهدف هو شو محدد المقاومة هدف وقف العدوان هذا المطلوب أعلى كيف يقف العدوان أن ينهك الجيش ويتعب ويصل إلى لحظة العجز عن مواصلة العمل القتالي جيش الاحتلال يعني اثنين أن يصل الرأي العام إلى اليأس من جدوى الحرب ويدغط على قيادته على قاعدة أن كلفة الحرب عليه أكبر من آماله بما تحقق فإذن لازم يتعب الرأي العام ولازم يتعب الجيش لا يتعب الجيش لازم تخليه عمير كد وراك وبالتالي بيفوت على الضيعة الفلانية بيلاقيك أطعطله الطريق بينقل على ضيعة تانية بيلاقيك ملائيله بينقل على ضيعة تالت بيلاقيك ضربت خط الإمداد يتبعوا هذا الإنهاك وهذا ما تقوم به المقامة ولا مشكلة لديها في أن يتمدد ويتوسع بينقل فات لهون وفات لهون وفات لهون لمهم بالحصيلة هذا الجيش عم ينهك عم يستنزف كلفة كل المتر عم بيفوت عليه عم بتكون أعلى من العائدات التي يستطيع فيها استثمار هذا التقدم إلى أن يصل إلى مكان أنه ما عاد أدري يكمل اليوم لواء مثل لواء جولاني مثلا عم بيقولوا أكثر من نصه صار احتياط ليش صار احتياط لأنه إما قتل وإما جرح وإما خرج من الخدمة نسبة النص من اللواء هذا هذا بيصير لما بيصير نصه احتياط شو بتصير؟ بيصير حركة تقيلة كفاءته ومهارته بالقتال بتنزل بتتراجع ثقة قيادته يعني قيادة اللواء عم بيحكي بأنه قادرة تأدي المهام التي تطلب منها بتصير أقل لأنه ما عاد معه البنية النخبوية المحترفة وبالتالي شيئا فشيئا لما بتطلع النسبة بعد للسبعين مثلا بمزيد من القتلى ومزيد من الجرحة طبعا عم يروح على احتياط أكثر شي قتلى وجرحة بعد ما صار نصه احتياط وهني أضعف ناس في الخبرة والكفاءة والقدرة فهني اللي بيأكلوها يعني بيصيروا أبطأ في الهروب وأبطأ في التموضع وأقل مهارة في فهم تكتيكات القتال وكيفية الاحتماء والتمويه وسواها فبيدفعوا هني الثمن لكن هذا يؤدي إلى أنه هذا عم ينزل عم ينزل عم ينزل ومثل كل الجيش بحالة تراجع الشعور بالثقة عند الجيش شرط أساسي ليقدر يكمل حرب لما بيفقد الجيش شعوره بالثقة رح نالهم من كفر كلا على دير ميماس لنقطع الطريق قاموا ضربوا لنا دبابتين بصليات الصواريخ ضربوا لنا تجمعين للجنون طلعنا على خيام من الجهة الشمالية مش بس الغربية مش بس الجنوبية والشرقية طلعوا ناس بين كمين رحنا من جهة منطقة مفتوحة بالحمامس والخريبة نزلت علينا صليات الصواريخ طيب هذا ما هذا بيوصل لليأس يعني هذا الجيش ما بيعود عنده يعني كل الحالة المعنوية اللي عنده بتتدمر روحه القتالية بتروح طيب بيحموا المعركة معركتين ثلاثة عشر تيام عشرين يوم ثلاثين يوم صر له خمسة وخمسين يوم وبالتالي بدأت علامات التعب بدأت إمارات الإنهاك هذا بالعمل البري هاي هي الوظيفة المبارح الخبر اللي بيشيع بين الجنود انه نحنا عنا عشر دبابات رايحين وعننا غير العشر دبابات حوالي مئة بين قتيل وجريح شو بيترك هذا أثر؟ بيهد المعنويات أخدنا الخيام لا بعد ما أخدناها فتنا عبنت جبال لا بعد ما فتنا أخدنا البياضة لا ما أخدناها أطعنا طريق النقورة البحري لا ما أطعناها يعني معين تما عملنا ولا إنجاز وسعنا شعبنا صرنا موجودين بعشر طرق التفافية منشان الوصول إلى الليطاني من جهة القطاع الشرقي بس ولا طريق منه نوصلنا فيه يعني فتنا عدير ميماس وأخدنا الصور وقلنا هذا أمنا أكلنا أطليب دير ميماس أنه مبارح الشباب ضربين أربع مرات بين صليات صاروخية على تجمعات الجنود بكلوم الزيتون وبين دبابتين اللي موجودين على الدبابة بالأول أحرقت ثم جاءت بدلا منها دبابة ثانية فأحرقت وبالخيام دبابتين وبالقطاع الشرقي ستة بالبياضة هني عمليا بس شي شرق البياضة وشي جنوب البياضة فإذن هذا اللي عم نحكي عنه أنه من الزاوية البرية واضح بالنسبة لنا المشهد يعني فيه حدا بيقدر يجادل بأنه المشهد على المستوى الميداني الكفة راجحة لصالح المقاومة فيه سؤال مثلا عن موضوع الجيش اللبناني حرام الجيش اللبناني ينطلب منه قتال الجيش اللبناني بشو بيقاتل يعني أنه هو ليس مقاومة هو مواقع معلنة يا ثقنات يا حواجز يعني أنه الجيش الإسرائيلي لهلأ قاتل 47 جندي مش يعني بس ما فيه يعني الجيش لا يستطيع أن يقاتل بوجه الجيش الإسرائيلي لا عنده طيران لا عنده مدفعي يقاتل كجيش نظامي كجيش نظامي ما عنده هذه الإمكانية المقاومة طريقتها بالقتال مختلفة كليا ما عنده مواقع زابتي ما عنده نقاط انتشار جبهة ما أبيل جبهة الجيش إنه إذا فيت عليه جيش تاني لازم يطلق عليه النار ويمنعه من التقدم ويقاتل حتى تنفذ ذخيرته هو يستشهد هيك صار بـ 72 لما وقف يعني مجموعة من الجيش بأنا بوجه التقدم الإسرائيلي واش تشهدوا هذا اللي فيه يعملوا الجيش أو تقصف مواقعه فيستشهد لكن المقاومة مش هيك المقاومة بتشوف فيه اندفاع جايه طيرانه وقصف مدفعه وكذا تاخد مكمن مؤمن مجهزيته أصلا تتموضع فيه ذخيرته عنده أكله عنده منامته مجهزة إلى آخره أجهزة اتصاله بالعمليات قائمة بتمطره أطعت موضعة مركز بتستكشف وهي النقاط الضعف تبعه بتبعث مسيرات فوق منه لحتى ترسم الصورة مظبوط ثم تحدد طريقة تحرك وخطة أهداف وتنطلق إليها مش لا تقول له رجاع لا خليك دخيلك خلي لا تعتل وتدمر دبابات لا يجيب بدالة هلا هو بيقوم بيتجابن وبيرجع بس هي فعلا مش هدفة ترجعه هي هدفة تخليه ويرجع يجيب أكتر هاي طريقة المقاومة هاي ما فيه الجيش يقاتل فيها وبالتالي بريا أنا بعتقد اتجاوزنا المرحلة اللي فيها القلق البري بعد خمسة وخمسين يوم الميدان زمام المبادرة فيه لصالح المقاومة خسائر الاحتلال إلى تعاظم وإلى تكاثر قدرته على فرض الهيمنة يعني هو ما إجا مثلا أنه فات على الطريقة اللي كان يفوت فيها بالسابق لأنه هاي مكلفة جدا اللي هي بيفوت يعني على كفر كلا مثلا هو فات بطرف كفر كلا لا يوصل على داير ميماس لا تموضع بداير ميماس ولا تموضع بكفر كلا هلا بيروح بيفوت على الكنيسة بداير ميماس بيروح بيفوت على المسجد بكفر كلا بيفوت على الساحة بيفوت على البلدية لكن بمعنى شو المقصود بالطريقة القديمة اللي كان يفوت فيها الإسرائيلي كان يبعد كتيبي مثلا هالكتيبي مهمتها بتفوت بتحط سرية بالساحة تبعد سرية على الحية الشرقية سرية على الحية الغربي بتمشط البيوت بتمشط التلال بتمشط الوديان ينتشر الجيش في هاي المناطق بيعمل دوريات سيطر وبياخد التلال المشرفي على الوديان تكون تحت سيطر طول بيرجع بيبعد كتيبي تاني تنتقل من هذه البلدة إلى بلدتين أو ثلاثة عبر سرية استطلاع بالنار بيأمن اختراق بوحدة منه اللي بيبعد كتيبي وراها هاي الطريقة تستدعي منه انه يكون نشر فرقة بالشريط الأمامي اللي عرضه ثلاثة إلى أربع كيلو ماتر وبالتالي يصير عرضة لهجمات لما بتنشر فرقة يعني عشر تلاف اثنى عشر ألف يصير عرضة لهجمات عدد قتله يصير خمس وعشر مرات أكثر من الله لأنه هلا هو مش نشر ألف وخمسمية لما بيصير يعني اثنى عشر ألف وفي بعض الفرقة عنده خمسة عشر ألف فخسائره بده تصير بعشرة لذلك هو لا يذهب إلى هذا يعني ما اعتمد هذه الطريقة هو بيفوت فصيلي ثلاثين واحد على داير ميماس ثلاث دبابات وجيب هاي الطريقة اللي عم يشتغل فيها وبالتالي هول مش لا يحتل داير ميماس داير ميماس المقامي مش قاعد فيها ما نماخدي استحكمات أصلا بكل القرى ما عادت موجودة بطريقة التواجد الدفاعي يعني الانتشار الهدف التصدي ومنع التقدم صارت موجودة بالوديان وموجودة بأطراف القرى وببعض المنازل من أجل المراقبة والمتابعة ومش بصورة ثابتي بصورة متحركة هلأ بهالبيت بعد شوي بهالبيت بعد شوي بهالبيت طيب فهو موجود بدير ميماس والمقامي موجود صارت موجودة هي ما كانت موجودة بس لما وجدت اجت هو موجود بكفر كلا المقامي بكفر كلا موجود بعديسة المقامي بعديسة بس هو موجود بمحلات والمقامة موجودة بالوديان حكما وموجودة ببعض الطلال حكما وموجودة ببعض البيوت حكما وتقرر إذا في قوة محرزة عابرة من العديسة مثلا ويجب أن تضرب ما بتسمعه إلا بعملية بساحة عديسة أو صلي صاروخية على تلة من تلالها لأن الهدف هو هذا إنهاك الجيش نرجع على الأصل الهدف إنهاك الجيش إشعاره بأنه شيئا فشيئا يفقد قدرته على القتال وأن تقدمه هوائي يعني مكان زمان بس الحاصل صفر يتوسع في المكان ويستهلك الزمان والمقامة مسيطرة على المكان متحكمة فيه وتدير الزمان متحكمة فيه هذه طريقة القتال وهذه ستؤدي به إلى مكان إنه هذا بس تصير خسائره فوق طاقته على احتمالها وهلأ بلنش الصريخ فيه إنه جيشنا عم يتدمر نحن شو عملنا؟ كل الخبراء العسكريين الإسرائيليين أي واحد عنده مجال يقلو بيحضر القنوات العبرية على الآية 24 ويشوف شو عم يحكو شو بيقولوا الخبراء الإسرائيليين؟ بيقولوا جيشنا يتعرض لتدمير من قيادته بتعريضه لنيران بلا جدوى لأنه لن نستطيع إخراج حزب الله إلى شمال الليطاني قد ندخل إلى جنوب الليطاني بس منصير نحن نحطين 40-50 ألف جندي وفي مقابلنا 20-30 ألف لحزب الله هو غير مرئي نحن مرئيون ونقاتل أشباحا فتدمر قواتنا ونبقى بدون جيش فمن هو هذا الغبي وهذا الأحمق الذي رمى بنا في هذه البئر؟ هذا لسان حال الخبراء الإسرائيليين هذا لازم يصير أكبر وأكبر وأكبر حتى ما بقى في مجال هذا الجيش يتحمل هاي خطة المقامة لذلك لا أحد يسأل عن الضيعة الفلانية وعن المكان الفلاني وراح يتصور بأصر بعديسة أفي خايم يتصور وبعشر أصور هذا ما بيغير شي ولا بيخليه قادر يسيطر وعم تسمعوا أنتم بالعمليات اللي بيعتراف الإسرائيليين أنفسهم أنا ما عم بيحكي بس المقامة والمقامة تجربتنا معها حتى خصومها لازم يعترفون أنه هي لا تكذب يعني لا تنسب لنفسها انتصارات وهمية هي عندما بتقول عشر ذبابات عشر ذبابات اشتركوا في القناة